هذا هو الجزء الثاني من العنوان المتقدم في الحلقة الماضية التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة لم أكمل قراءتي في كتابي فكر ما أملاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في عدة مجالس على المفضل ابن عمر هذه الطبعة طبعة دار زين العابدين قم المقدسة إنها الطبعة الأولى 2022 ميلادي هذه الطبعة بتحقيق قيس العطار في صفحة الثامنة والخمسين بعد المئة إمامنا الصادق يكرر قولته على المفضل فكر فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لا بد أن نلتفت إلى أمر مهم جدا في أساليب التعبير عند بني الإنسان عند العرب وعند غيرهم هناك تعابير لو دققنا النظر فيها لوجدناها ليست دقيقة لكنها تأتي منسجمة مع المزاج البشري لأن الإنسان مأنوس بالحس لأن الإنسان مجبول على أن يتعامل مع المحسوسات بشكل قوي في المعاملة ولأن الإنسان أيضا يرى نفسه ذا أهمية عالية فيحكم على الأشياء بحسب ما يرى على سبيل المثال حين نتحدث عن الأنهار فنقول جفى النهر الفلان وفي الحقيقة فإن النهر لم يكن قد جف لأن النهر أخدود في الأرض إنما جفى ماء النهر ونقول من أن النهر يجري والنهر ثابت مكان أرضي الذي يجري هو الماء الماء يجري في النهر ونقول إن فلانا غطس في النهر وهو لم يغطس في النهر وإنما غطس في ماء النهر ونقول أيضا حينما نقترب من مدينة ظهرت لنا معالم المدينة وفي الحقيقة لم تكن معالم المدينة مختفية المدينة موجودة ثابتة نحن الذين كنا بعيدين عن المدينة ولا نستطيع أن نراها فاقتربنا منها وكذا الأمر حينما نتحدث عن طلوع الشمس وغروبها فإن الشمس ثابتة في مكانها مستقرة تدور حول نفسها الأرض هي التي ستكون في مكان نستطيع أن نرى الشمس وحينما يأتي الغروب ستتحول الأرض إلى مكان لا نستطيع أن نرى الشمس هذه هي الحقيقة ومن هنا فإن معرفتنا نسبية وهذا هو السر الذي لأجله نحتاج الإمام المعصوم في كل شيء من هنا جاء في ثقافة العترة الطاهرة من أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق لماذا؟ للنسبية الحاكمة على حياتنا هناك نسبية تحكم حياتنا لا نستطيع أن نتخلص من قيودها إلا بالارتباط بوجه الله المطلق من هنا تنشأ حاجتنا الضرورية والأكيدة لإمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نحن بحاجة أن نتوجه إليه أين باب الله الذي منه يؤتى؟ نحن بحاجة إلى باب نلج من خلاله إلى الله أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟ نحن بحاجة إلى أن نتواصل وأن نتمسك وأن نمسك بهذا السبب من أراد الله بدأ بك يا بقية الله ومن وحده قبل عنك يا قائم آل محمد ومن قصد الله توجه إليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أعود إلى قراءة ما جاء في كتاب فكر إمامنا الصادق يقول للمفضل فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل المراد من الدولة الفترة التي يتمكن صاحب الدولة من الهيمنة والسيطرة دولة النهار المقطع الزماني الذي يكون فيه النهار حاكما على الأرض قطعا حاكما على المناطق التي يكون فيها النهار وكذا دولة الليل بنفس هذا المضمون فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار والليل فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله الحديث عن العالم الأرضي الذي نعيش فيه وما يقاربنا من الأجرام في مجموعتنا الشمسية فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهنؤون بالعيش مع فقدهم لذة النور وروحه الروح آثار الراحة والتنعم بالنور الذي ينبسط على الأرض من الشمس في وقت النهار وبنحو تدريجي فكل مقطع من النهار له خصائصه فالأرب فالحكمة فالغاية فالأرب في طلوعها ظاهر مستغنا بظهوره عن الإطناب في ذكره والزيادة في شرحه الشمس منافعها واضحة وخيرها بين وجمالها ساطع نستطيع أن نتبين ذلك من الفارق بين الليل والنهار مع أن الليل نعمة أيضا لكن دولة الليل لها خصائصها ودولة النهار لها خصائصها وميزاتها ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل بل تأمل المنفعة في غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم وجموم حواسهم المراد من جموم الحواس إعادة شحنها نحن حينما نستيقظ في النهار ونتحرك في الأسواق في المصانع في الطرقات حتى في بيوتنا حواسنا التي نستعين بها على العيش تبدأ بفقدان طاقتها فهي بحاجة إلى شحن جديد حينما ننام تشحن حواسنا بطاقة جديدة حاسة البصر حاسة السم حاسة الشم وهكذا سائر الحواس إنها تشحن في وقت نومنا ومن هنا فإن النوم يجم القوى يعيد شحنها وترتيبها من جديد بل تأمن المنفعة في غروبها في غروب الشمس فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم وجموم حواسهم وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء هذه التي يقال لها عملية الأيط وهي أهم عملية في حياتنا اليومية فيما يرتبط بوظائف أعضاء أبداننا الداخلية وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته ومطاولته على ما تعظم نكايته في أبدانهم إذا بقي ضوء النهار موجودا فإن كثيرا من الناس يستمرون في العمل بسبب حرصهم وهذا سيؤدي إلى الإضرار بهم هم بحاجة إلى راحة إلى سكون بحاجة إلى جموم حواسهم ثم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما تعظم نكايته في أبدانهم فإن كثيرا من الناس لو لا جثوم هذا الليل بظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار حرصا على الكسب والجمع والإدخار ثم كانت الأرض تستحمي من الحماوة والحرارة تستحمي بدوام الشمس بضيائها ويحمى ترتفع حرارة ويحمى كل ما عليها من حيوان ونبات فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتا وتغرب وقتا وفي الحقيقة الأرض هي التي يتغير موقعها مثل ما قلت لكم نحن نقول النهر يجري الماء يجري في الحقيقة فنقول الشمس طالعة الشمس غاربة وفي الحقيقة الأرض هي التي تتحرك ولكن لأن الإنسان كما قلت لكم مأنوس بحواسه فيحكم على ما تظهره له حواسه فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتا وتغرب وقتا بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت لأهل البيت للقاطنين في أي بيت لسكان أي بيت بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم يغيب عنهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدأوا ويقروا فصار النور والظلمة مع تضادهما فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقواه كلمة دقيقة جدا وفي غاية الحكمة والإتقان فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين متظاهرين مع أنهما متضادان فهما متعاونان متظاهران متعاونان فصار النور فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل ثم فكر ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات فتتولد فيهما مواد الثمار ويتكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطار يتكثف الهواء من خلال الأبخرة المائية المتصاعدة ويتكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطار وتشتد أبدان الحيوان وتقوى وفي الربيع تتحرك وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات وتنور الأشجار تنور الأشجار تزهر وتورد وتثمر ويهيج الحيوان للسفاد السفاد التناسل والتزاوج الجنسي فيما بين الحيوانات ويهيج الحيوان للسفاد أكثر الحيوانات تهيج غرائزها الجنسية في فصل الربيع هناك حيوانات تهيج جنسيا في أوقات أخرى من السنة لكن أكثر الحيوانات تتسافد في فصل الربيع وفي الصيف يحتدم الهواء يحتدم الهواء ترتفع درجة حرارته وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فتتهيأ للبناء والأعمال إلى يومنا هذا فإن البناء يكثر في فصل الصيف والخريف إلى يومنا هذا فما بالكم في القرون الماضية ولم تكن التكنولوجيا المعاصرة التي تسهل الأعمال موجودة آنذاك كانوا يعتمدون على الماء والتراب فيحتاجون أرضا جافة ويحتاجون هواء ساخنا كي يستقيم بناؤهم ولا زال الإنسان يكثر البناء مع تطور التكنولوجيا في الصيف والخريف وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فتتهيأ للبناء والأعمال وفي الخريف يصف الهواء يصف مما كان عليه في الصيف وفي الخريف يصف الهواء وترتفع الأمراض وتصح الأبدان ويمتد الليل فتمكن فيه بعض الأعمال لطوله ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام ثم يقول له يقول للمفضل فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة وما في ذلك من التدبير فهو الدور الذي تصح به الأزمنة الأربعة من السنة الشتاء والربيع والصيف والخريف ويستوفيها على التمام وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلات والثمار وتنتهي إلى غاياتها ثم تعود فتستأنف النشوء والنمو الفصول الأربعة وما يجري فيها من تقلبات وتغيرات في الحياة على وجه الأرض بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان وبالنسبة للنبات وحتى بالنسبة للمياه التي في البحار والأنهار ألا ترى أن السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل من برج الحمل يقال الحمل ويقال الحمل فبالسنة وأخواتها أخوات السنة الشهور والأسابيع والأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني هذه هي التي يقال لها أخوات السنة فبالسنة وأخواتها يكال الزمان بالسنة وبالشهر والأسبوع واليوم والليلة والساعة والدقيقة والثانية وما هو أقل من الثانية فبالسنة وأخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت وعصر من غابر الأيام مما مضى وبها 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 يحسب الناس الأعمار والأوقات الموقتة الموقتة المعينة والمشخصة والأوقات الموقتة للديون والإجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورهم وبمسير الشمس تكمل السنة المراد من مسير الشمس حركة الشمس حول نفسها وحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس هكذا تتكون السنة وبمسير الشمس تكمل السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة انظر إلى شروقها على العالم كيف دبر أن يكون فإنها لو كانت تبزغ في موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها فجعلت تطلع في أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من وجه المغرب فجعلت أو فجعلت 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 تطلع في أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فلا يبقى موضع من المواضع إلا أخذ بقصته من المنفعة منها والأرب التي قدرت له ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم حال الناس بل كيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء أفلا ترى كيف كفي الناس هذه الأمور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة الأمور الجليلة الأمور العظيمة الكبيرة أفلا ترى كيف كفي الناس هذه الأمور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة فصارت تجري على مجاريها لا تعتل ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاء الشمس منضبطة في دورانها حول نفسها والأرض منضبطة في دورانها حول نفسها وحول الشمس والقمر منضبط أيضا في دورانه حول الأرض وفي الوقت نفسه في دورانه حول الشمس الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حول نفسه ويدور حول الأرض وهما معا يدوران حول الشمس التي تدور حول نفسها نظام عجيب نظام عجيب ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل وهذا هو موطن حاجتنا كل كل الذي قرأته لكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذه النتيجة التي وصلت إليها الآن كان بإمكاني أن أقرأ هذه الأسطر القليلة التي سأقرأها عليكم الآن كان بإمكاني أن أقرأها في بداية حلقة يوم أمس لكنكم لن تستشعر أهميتها من دون هذه المقدمات ومن أنها جاءت في سياق عظيم من الحكمة والدقة والإبداع والجمال لهذا سبب قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أيضا كي أصل معكم إلى زبدة القول الذي أريد أن أطرحه بخصوص موضوع هذه الحلقات الإمام الصادق يقول للمفضل استدل أنت استدل مثل مثل ما يقول له فكر فاستدل بهذا الإبداع اجعل هذا الإبداع وهذا الجمال وهذا التصميم الفاخر في أعلى درجات الرقي من عجيب التنظيم والتصميم والهندسة المحكمة الإمام يقول له استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور عامة الناس يضبطون أوقاتهم بحسب التقويم القمري وفقا لحركة القمر حول نفسه وحركته حول الأرض استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور ولا يقوم عليه حساب السنة الإمام يفرق بين التقويمين التقويم الشمسي هو الذي يقوم عليه حساب السنة والمراد من السنة السنة الشمسية بالفصول الأربعة والإشارة إلى علاقة الفصول الأربعة بما يجري من شؤونات الحياة وأحوالها على الأرض ولا يقوم عليه حساب السنة لماذا؟ لأن دوره المراد من دوره حركته حول نفسه وحركته حول الأرض لأن دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرمها التصرم حينما ينتهي وقت الثمار ولذلك صارت هذا كلام الإمام الصادق ولذلك صارت شهور القمر وسنوه سنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها السنة الشمسية بالتقدير الإجمالي 365 يوم السنة القمرية بالتقدير الإجمالي 354 يوم هناك فارق 11 يوم 11 يوم استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهور ولا يقوم عليه حساب السنة إنها سنة الفصول ولا يقوم عليه حساب السنة لأن دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرمها ولذلك صارت شهور القمر وسنوه هناك سنة قمرية هناك شهور قمرية لكنها تختلف عن السنة الشمسية وشهورها ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها وصار أتمنى أن تلتفت إلى كلام الإمام هنا صلوات الله عليه وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف كلام الإمام واضح جدا لا شأن لنا بهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الشهور القمرية ثابتة في أوقات مشخصة كما هو حال الشهور الشمسية هذه ثقافة العترة الطاهرة هناك كلام يدور في الأوساط الدينية من أنهم يرفضون التعامل مع السنة الشمسية لأنها سنة غربية أي هراء هذا السنة الشمسية سنة إلهية وسنة القمرية سنة إلهية الغربيون غير الغربيين يريدون أن يجعلوا تقويمهم شمسيا يريدون أن يجعلوا تقويمهم قمريا يريدون أن يجعلوا تقويمهم بطخيا الآن السنة الشمسية والنظام الشمسي والتقويم الشمسي أمر إلهي وهو جزء من ديننا القرآن يصرح بهذا وأحاديث الأئمة تصرح بهذا وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف فهذا الكلام من أن الشهور القمرية لا بد أن تكون ثابتة هذا الكلام لا علاقة له بديننا لا علاقة له بثقافة العترة الطاهرة التقويم الشمسي نعمل به لشؤون الدنيا والتقويم القمري نعمل به لشؤون الدين وهذا هو منطق العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل